موسيقى أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات نظام والميليشيات الموالية لها ومقاتلي تنظيم داعش من جهة أخرى على محاور في شرق بلدة غانم العلي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفراد وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مكثف من قبل قوات النظام على هذه المناطق أفد مصدر أمني في محافظة كاركوك بأن القوات الأمنية استقبلت 14 نازحا هربوا من قضاء الحويجة جنوب المحافظة قال المصدر أن النازحين أكدوا للقطعات الأمنية وجود انكسار كبير لعصابات داعش قبل بدء معركة تحرير الحويجة قال مسؤولون بالأمن وموظفوا إغاثة أن السلطات العراقية تحتجز 1400 زوجة أجنبية وطفل لما أن يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش وقال ضباط من الجيش العراقي والمخابرات أن أغلبهن من تركيا وكثيرات تأتيهن من دول سوفيتية سابقة تزور رئيسة زراء بنجلاد الشيخة حسينة واجد يوم غدن ثلاثاء مخيمات لاجئي الروهينغا الفارين من أعمال العنف في ميانمار وكانت شيخة حسينة قالت الأسبوع الماضي أن بلادها ستبدل كل ما في وسعها لدعم الروهينغا قالت الشرطة البريطانية أن فندقا ومركز مؤتمرات قريب على الساحل الجنوبي لإنجلترا أخلية حيث يعقد المؤتمر السنوي لنقابات العمال البريطانية بسبب تهديد بوجود قنبلة وأفدت الشرطة بأن خبراء المفرقعات العسكريين أكدوا أنه لم يتم العثور على أي شيء غير عادي في الوقت الحالي اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة الخاصة ببرنامج الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية هي الأخطر منذ سنوات وقال إن المسألة المركزية هي دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي ألو الباليستي وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي أظهر الدراسة أمريكية حديثة أن عقارا معتمدا لعلاج سرطاني الجلد والرئة أثبتت نتائج وعدة في علاج المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة وبحسب آلية عمل الدواء أوضح الباحثون أنه يعمل على غلق المسار البيولوجي الذي يستخدمه السرطان لإخفاء نفسه عن الجهاز المناعي نهاية الموجة استحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة